اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين عام عن الازمة القطرية والمقاطعة الخليجية الدوحة استبدلت خرائط تحالفاتها الاقتصادية وعدلت مسار تدفقاتها المالية فوضى في اسواق الصومال بعد تسرع الحكومة في فرض ضريبة القيمة المضافة قبل ارساء القواعد التطبيقية اهلا بكم بعد مرور عام كامل على الحصار الخليجي لقطر ما هي نتائج المقاطعة الخليجية والحصار الاقتصادي من خسر ومن ربح وهل هناك من رابح فعلا في حرب الاشقاء الخليجيين الاجابة ربما مع الزميل عبدالله ظاهر عام مر على الازمة الخليجية ما بين السعودية الامارات البحرين ومصر من جهة وقطر من جهة ثانية هو عام الخسائر والارباح الاقتصادية والاجتماعية عام زاد من الشرخ العربي الاخذ في الاتساع منذ فترة من كان يعتقد قبل عام ان قطر وحدها ستدفع الثمن وصله الجواب وان متأخرا الكل خاسر في لعبة خاسر خاسر الحصار الخليجي على قطر لم يمنع اقتصادها من طحيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي وصل الى مائتين وعشرين مليار دولار بنسبة 2.6% مع توقعات بان يصل الى 3% العام المقبل بدوره لم يتأثر قطاع الطاقة بعدما وصلت قطر تصدير اكثر من 20% من الغاز الطبيعي المسال حول العالم كما قررت رفع انتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن سنويا الى نحو 100 مليون طن سنويا بحلول العام 2023 هذا في الارباح اما في الخسائر فقد كانت جسيمة انهيارات ضربت الاقتصاد ولسيما في قطاعات السياحة المصارف وسوق المال مع تراجع في البرصة والاداء المصرفي فضلا عن ارتفاع كلفة المواد الغذائية المستوردة الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية الاجنبية لبنك قطر المركزي تراجعت بنسبة 13.7% في العام الماضي مقارنة بالعام السابق اكثر القطاعات تضررا كان قطاع السياحة حيث تراجعت السياحة الخليجية بنسبة 84% والعربية الوفيدة بنسبة تخطط 50% وهو ما ادى الى تراجع كبير في اشغال الفنادق كما طولت الخسائر قطاع الاتصالات القطري اذ تراجعت الارباح السنوية لمجموعة اوريدو القطرية للاتصالات 10% فيما منيت الخطوط الجوية القطرية بأول خسائر سنوية لها في 7 سنوات بعدما فقدت 11% من شبكتها و20% من الإرادات بعد المقطعة العربية ليس ثمت ضوء حل ينوح في الأفق ذلك ان الرؤوس الحامية تصر على ان ما تفعله هو الصحيح فيما تستمر الدوحة في استثمار مليارات الدولارات استعدادا لبطولة كأس العالم عام 2022 فهل بركل الكرة تبرد الرؤوس؟ قالت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني ان حكومة قطر تحتاج الى تمويل دولي جديد وانها لجأت الى ترتيب اصدار سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في العام الحالي فيتش عدلت النظرة المستقبلية لقطر الى مستقرة متوقعة ان لا تقوم الدول الخليجية بتصعيد اجراءاتها ضد الدوحة ملاحظة نجاح الحكومة في ادارة تداعية ناجمة عن قطع العلاقات مع دول الخليج في اليمن تنتشر عيادات طبية مجانية موقعة في عدد من مخيمات النزوح في صنعاء وخارجها بدعم محلي ودولي وتقوم هذه العيادات بتقديم خدمات صحية وعلاجية لهم رغم الضغط الذي يخلفه استمرار النزوح اليمنيين بسبب حرب التحالف السعودي احمد زبيبة اكثر من ستين اسرة نازحة في هذا المخيم في الاطراف الشمالية لصنعاء استبشرت خيرا بافتتاح وزارة الصحة اليمنية العيادة الطبية المجانية المتنقلة لتستقبل هذه العيادة اكثر من ثلاثمائة وخمسين حالة مرضية خلال اسبوع بعد ان غزتها الامراض والاوبئة بكافة اشكالها مع غياب الرعاية الصحية طيلة سنوات حرب التحالف عانينا معانا شديدة بنقص الدواء والغذاء والتعليم والجانب الايوائي والغذائي الآن بفضل الله ثم بفضل التكاتف المنظمات معنا الآن عندنا كادر طبي في المخيم بعد افتتاح العيادة وجدنا كثافة الوصول اليها ووصلنا حد الآن إلى ثلاثمائة وخمسين إلى أربعمائة حالة معاينة جميعا بالذات الأطفال أكثرتهم توجد الإسهالات موجودة طبعا موجود حتى عندهم مرضى الجرب أكثر من ثلاثة ملايين نازح يمني وفق أحصاءات أخيرة هجرتهم حرب التحالف من منازلهم ومزارعهم والتي هي مصدر رزقهم وجميعهم يفتقرون إلى الدواء والعلاج وأطفالهم يموتون جراء إصابتهم بأمراض يمكن معالجتها هناك ما يقارب ثلاثة مليون نازح في العاصمة صنعية من جميع المحافظات المعرضة للعدوان هم بحاجة مهسة للعيادة المجانية لتخفيف أولا من معاناتهم ثاني لتخفيف الضغط على المستشفية الحكومية هذه العيادة المجانية تحتاج إلى لفتة جادة من مزارة الصحة ومن المنظمات مشكلة العيادات الطبية المتنقلة هي أنها مؤقتة والأدوية التي توزعها المنظمات الدولية مجانا لا تغطي الأمراض المزمنة كالقلب والسكر والضغط المنتشرة بين النازحين ما يفاقم من معاناتهم يوما بعد يوم العيادات المتنقلة التي تقدم خدماتها للنازحين اليمنيين تأتي كاستجابة طارئة لمواجهة انتشار الأمراض والأوبئة في أوساطهم ولتأمين حاجتهم الملحة للرعاية التي فقدوها في ظل الحرب أحمد محمد زبيبة من مخيم النازحين في منطقة ضروان صنعاء الميادين ضربة مزدوجة تعرضت لها شركة طيران الإمارات وذلك وفق رئيسها تيم كلارك الذي اعتبر أن السبب هو مزيج نادر من ارتفاع أسعار الوقود وقوة دولار الذين عادة ما يسيران في اتجاهين متعاكسين الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قال أن الشركة تواجه ثنة ثانية من الخسائر في العام الحالي وسط نزاع إقليمي منعها من الطيران إلى أربع دول عربية إضافة إلى عوامل اقتصادية عالمية غير مؤاتية قال وزير الطاقة الإسرائيلي فالشتاينتس إن أفكارا جديدة طرحت عبر قناة سرية أمريكية للوساطة فيما سمى النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل والمتعلق بأعمال التنقيب عن النفط والغاز وتتركز الأطمع الإسرائيلية على الرقعة الرقم 9 في البحر الأبيض المتوسط التي تقع ضمن المياه الاقتصادية الخريصة لبنان بينما تدعي إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة هذه الرقعة وزارة الطاقة في لبنان رفضت التعليق على تصريحات إشتاينتس الذي كان قد أبدى تفاؤلا حذرا حول إمكان الوصول إلى اتفاق مع لبنان بلغت العقود الآجلة لخام برينت أدنى مستوى في نحو شهر ووصل سعر البرميل إلى 74 دولار وعشرين سنة وانخفضت العقود الآجلة بعدما أفدت تقارير أن الحكومة الأمريكية تطلبت من السعودية ومصدرين آخرين زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا وأوضحت وكالة بلومبرغ أن هذا الطلب جاء بعد أن ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة للبنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات وبعد أن شكر رئيس دونالد ترامب من فياثة أوبيك وارتفاع أسعار النفط ويتوقع أن تجتمع منظمة أوبيك في دينا في 22 من الشهر الجاري اتخاذ قرار بشأن مستوى الإنتاج في الصومال فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على الأسواق المحلية ضريبة أربكت الأسواق ودفعت بعض التجار في العاصمة إلى إغلاق محالهم ما أثر سلبا على اقتصاد يتعافى من آثار حرب أهلية لمدى عقدين من الزمن ضريبة القيمة المضافة هي آخر حزمة طريبية تفرضها وزارة المالية على التجار الصوماليين ويتم إقرارها بعد وصول السفن المحملة بالبضائع إلى ميناء مقتشو بدل استفائها في الأسواق ما أثر قلقا وطيق الخناقة على التجار هذه ضريبة أربكت الأسواق والإشكالية تكمن في أنها تفرض على السلع قبل دخولها إلى السوق وهذا يؤثر على تجارتنا ومستقبل اقتصاد البلاد غير أن الحكومة الصومالية ترى أن ضريبة القيمة المضافة لا تزيد عن 5% على السلع غير الضرورية وهي ضريبة رمزية لا تشكل عبءا إضافيا على التجار في أسواق مقدشو وزارة التجارة تول اهتماما بدعم التجار والضريبة الجديدة ليست ضاهظة وتم فرضها على السلع الكمالية ونأمل أن تهظى برضى التجار والمستهلكين يشهد القطاع الضريبي في الصومالي تحصنا نتيجة الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر دخلها بدل الاتكال على المعونات الخارجية لكن مراقبين يتخوفون من أن تترك هذه الطريبة أثرا سلبية على الاقتصاد المحلي في ظل الظروف الإنسانية والفقر المتقع في مجتمع لا يتجاوز فيه متوسط دخل الفرد اليومي دولارين ما يخلف فجوة بين المستهلكين والتجار لسنوات طويلة ظلت الأسواق الرئيسية في مقدشو بلا طرائب لكن عودة القطاع الطريبية إلى الأسواق ينعش دخل الحكومة فقط بقدر ما يراعي ظروف عمل التجاري وإنعكاسات القيمة المطافة السلبية على الاقتصاد المحلي شافعي محمد مقدشو الميادي بهذا نختم النشر المزيد زوروا موقعنا المياديين دوتنات بلغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة